السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف الحرية أنها كل ما لا يخدع للضغط الجشدي النفسي أو المعنوي وهناك أربع فضاءات أساسية للتعبير عن الحرية مدرجة بصفة قطعية في مشروع تعديل الدستور أولا حرية التجارة والصناعة وهي مرتبطة بحرية المبادرة الاقتصادية ثانيا الحرية الجسدية ثالثا حرية الفكر ورابعا حرية التعبير الجماعي بالنسبة لحرية التجارة والصناعة هي أرضية موضوعية أساسية لكل الحريات إذ لا يمكن قيام أي ديمقراطية دون بسط حرية المبادرة في إطار الصناعة والتجارة ضمن سوق مفتوحة تنافسية وهو ما يكرس وتكرسه المادة واحدة السبتين من مشروع الدستور بالتعبير التالي حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة هذه الحرية المكرسة في هذه المادة مرتبطة بعنصر أساسي هو حماية الملكية التي تنص عليها المادة السبتين الملكية الخاصة مضمونة وأضاف مشروع الدستور نقطة أخرى في هذا الإطار إذ تنصه لا تنزع الملكية إلا في إطار القانون وبتعويض عادل ومنصف كما هي مرهونة أيضا جهة أخرى بفعالية الأمن القانوني المنصوص عليه في المادة 34 بعناصرها الأساسية ألا وهي الوصول إلى القانون ومقرؤية القانون واستقراره وتوقعيته ثانيا بالنسبة للحرية الجسدية تجمع السلامة الشخصية وهوية الأشخاص وحياتهم الخاصة وحقهم في التدقل بالنسبة للسلامة الشخصية فهي حماية من التعسر بفضل ثلاث ضمانات أساسية ليس هناك لا متابعة لا توقيف ولا السجن إلا في إطار القانون وحسب الأشكال التي ينص عليها ثانيا كل عقاب أو عقوبة لا يمكن أن تتم إلا وفق القانون الساري المفعول ثالث وأخيرا كل شخص بريء حتى تثبت إدانته هذا ما تنص عليه المادة 41 مشروع الدستور بالقول كل شخص يعتبر بريء حتى تثبت جهة قضائية إدانته وفق محاكمة عادلة احترام السلامة الشخصية وهوية الأشخاص وهو ما تنص عليه المادة 39 من مشروع الدستور وتتضمن ثلاث نقاط أولا تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ثانيا يحضر أي عنف بددي أو معنوي أو أي مساز بالكرمة ثالثا يعاقب القانون على التعديب وعلى المعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة والاتجار بالبشر بالنسبة للحياة الخاصة لأشخاص فحسب ما تنص عليه المادة 47 من مشروع الدستور ومضمون المادة جديدا كلية وتحتوي على خمسة نقاط هي أولا لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه ثانيا لكل شخص الحق في سرية براسلته واتصالته الخاصة في أي شكل كانت ثالثا لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلا بأمر معلل من السلطة القضائية رابعا حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي هو حق أساسي خامسا يعاقب القانون كله على كل انتهاك لهذه الحقوق بالنسبة لحرية التنقل هو ما تنص عليه المادة 49 من مشروع الدستور بالحرف التالي يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطنة إقامته وأن يتنقل بحرية عبر التراب الوطني ثالثا بالنسبة للحرية الأساسية حرية التفكير وهي تجبع حرية الرأي وحرية الإعلام بالنسبة لحرية الرأي وطبقا للمادة 51 من مشروع الدستور ينص عليها بالحرف التالي لا مساسة لحرمة حرية الرأي وضيفت لهذه الفقرة ما يلي حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون وأيضا تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي إضافة للمادة 51 جاءت المادة 52 لتضمن حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي بالنسبة لحرية الإعلام فحسب المادة 54 التي فصلت وأضافت إليها دقات جديدة أهمها حرية التعبير والإبداع للصحفيين والمتعاودين الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات وحماية استقلالية الصحفي والسر البهني والحق في إنشاء كل وسائل الإعلام مكتوبة مسموعة مرئية وإلكترونية كما تنص المادة أيضا أنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية وتنص أيضا على أنه لا يمكن توقيف ناشاط أي وسيلة إعلامية إلا بمقتضى قرار قضائي رابعا بالنسبة لحريات التعبير الجباعي تضمن أو تضم ثلاثة اهتمامات التعددية الحزبية الحرية النقابية والحركة الجمعوية بالنسبة للتعددية الحزبية تنص عليها المادتين 57 و 58 جاءت المادة 57 بأمر جديد التنص على أن الدولة تضمن معاملة منصفة اتجاه كل الأحزاب السياسية ونصت أيضا على ضرورة أن تمتنع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق ونصت المادة أيضا على أنه لا يمكن حل الأحزاب إلا بمقتداء قرار قضائي بالنسبة للحريات النقابية تنص المادة 69 على ما يلي الحق النقابي مضمون يمارس بحرية في إطار القانون وجاءت المادة بتفصيل جديد التنص على يمكن لمتعامل القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل كما تكرس المادة 70 من مشروع الدستور الحق في الإدراب بالنسبة للحرية الجمعوية هناك مواد كثيرة وسعت وفصلت في ضمنات الحريات للحركة الجمعوية المتعلقة بالطفل بالشباب بالمرأة بالمستهلكين بالباحثين إلى آخره ويندرج هذا المسعى في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية انطلاقا من تكريس فعال لمفهوم مجتمع مدني حر ونشيط والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا